صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قراران رقم 14 و 15 لسنة 2016 وجاء في القرار الأول رقم 14 أنه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية برئاسة وزيرة الصحة وعضوية كل من الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن وزارة التربية والتعليم ممثل عن هيئة شؤون الإعلام ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثل عن مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة ممثل عن جمعية السكر البحرينية ممثل عن جمعية مكافحة التدخين ممثل عن جمعية مكافحة السرطان وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما نص القرار الثاني رقم 15 لسنة 2016 على تعديل بعض أحكام القرار رقم 41 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي بيستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 41 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي النصان الآتين المادة الأولى تشكل لجنة الاعتماد الأكاديمي ويشار إليها في هذا القرار بكلمة اللجنة برئاسة الدكتور وهيب عيسى الناصر نائب رئيس جامعة البحرين وعضوية كل من الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مدير إدارة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم مدير إدارة الاعتمادية والتراخيص بوزارة التربية والتعليم المهندس عبد المجيد بشير القصة برئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الأستاذ الدكتور تاج الدين عثمان محيد دين من جامعة البحرين الأستاذ الدكتور محمد فتح الله الدهماني من جامعة الخليج العربي الدكتور فؤاد محمد الأنصاري من جامعة البحرين الدكتور صادق مهدي العلوي من جامعة البحرين الدكتور أمال جوزيف عاقلة من جامعة الخليج العربي ممثل عن الهيئة الوطنية المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلتين للتجديد ترجمة نانسي قنقر